بعد إعادة فتحها مؤخراً تعمل المطاعم في جميع أنحاء المملكة على استعادة عافيتها بعد إغلاقها لمدة شهرين تقريباً بسبب أزمة كورونا يأمل العاملون في هذا القطاع استئناف الأعمال بشكل أوسع بحيث تعوضهم عما فاتهم من خسائر شوي برمضان للمطاعم شوي أصلاً نسبة الشراء تكون منخفضة مع الحذر ومع الخوف من الأمور الحالية تنخفض بزيادة بس هي بالنهاية عبارة عن باب رزق ولازم فتحها للأيدي العاملة منها بتشكل كثير نسبة كبيرة من العمال الوطن الموجودين هنا في البلد قبالها ما زال ضعيف نتأمل فيها للتحسين مع القرارات أكيد من الحكومة لما اتمد ساعات العمل للمطاعم تراجع حدة الوباء أدى إلى تحسن هذا المجال نسبياً بعد أن عانى من أضرار استثنائية رفع القيود المفروضة تدريجياً أدى إلى استعادة حيويتها بشكل جزئي لكن الأقبال على المطاعم ما زال خجولاً إلى الآن نحن منقترح بتمديد بالزاد بأوقات رمضان الواحد ما عم بلحة يوصل الأكل فصراحة منقترح بس لو يطولوا الأوقات شوي أو يمددوها يصير فيه شفتان إلى فترة السحور ونخدم قطاع هالقطاع كامل بما أنه إحنا مرأنا بأربعين يوم فيه انهيار كامل فبتمنى أنه يعني نلاقي حلول الحالة اللي إحنا مرينا فيها لازم نواجه هاي المشكلة بدنا نلاقي طرق إحنا لنحل هاي المشكلة كمنا نتمنى من الحكومة لو تعطينا خيارين في أمور فتحة المطاعم لأنه إحنا أنا كما شخص سويت استطلاع مع أصحاب المطاعم والزباين لو كانوا خلوا للحكومة أنه مثلا على شفتين شفت صباحي وشفت مسائي مثلا من العشرة للتمني هدول بقدموا شفت صباحي ومن التمني للساعة تنتين شفت مسائي هو تحدي واقع على قطاع المطاعم بأكمله فبحسب العديد من أصحاب المطاعم فإن المشكلة الرئيسية التي تقلقهم قلة عدد العملاء وعدد ساعات العمل ما يمثل أعباء كبيرة عليهم وعلى قوت رزقهم 15 ألف عامل بقطاع المطاعم يطمحون لتحسين أوضاعهم بعد أضرار كبيرة لحقت بهذا المجال دراء أزمة كورونا وسط إدراءات مشددة لاتباع معايير النظافة والتقيم حرصا على المواطنين والعملين بهذا المجال أيمن لحمود المملكة عمان